صباح الخير التوم كتير من استخدمه بيء الطبخ وبالبيت بس المهم انه نحفظه بطريقة صح كتير مرات لما نشتري التوم ممكن ما نستخدم منه كميات كتير كبيرة واذا ضلوا بمنطقة كتير حارة او بالمطبخ لفترات كتير طويلة منراحز انه ممكن يعفن ويخرب وإحنا نتخلص منه فعشان هيك ممكن نحمل طريقة كتير سهلة عشان كمان منظرنا نقشر التوم كل ما بنا نستخدمه بيء الطبخ ممكن احنا نفرز التوم في عنا عدة طرق لتفريزها ممكن مثلا نقشر طبعا التوم وممكن نحطه على شكل حبوب ونحطه بالفريزر بوعاء ما يدخل هوا ممكن بهاي الطريقة عشان يحافظ على النكهة الموجودة فيها في طريقة كتير تانية أسهل كمان او ممكن نستخدمها كمان مع الزيت ممكن انه احنا نحط بالخلاط التوم اللي مقشر ونحط عليه او نغمره بزيت الزتون وبعدين بدنا نهرسه على الخلاط بصير في عنا خليط من زيت الزتون والتومة يعني بالطبخة ما في داعي انه نرجع احنا نحط زيت منحطه بوعاء طبعا يكون كتير نظيف ومنغلقه ومنفرزه بالفريزر بهاي الطريقة ممكن انت تاخدي منه معلقة كل ما بدك تستخدمه بيكون اصلا فيه شوية زيت فما بتكتري من الزيت لالعملية الطبخ ممكن كمان اذا ما بدنا نحطها بأوعية ممكن نحطها بأوعية اللي هي بتحفظي فيها التلج نحط التومة المهروسة مع الزيت بهاي الأوعية وبيصير عندك مكعبات صغيرة وممكن تاخدي منها مكعب بسيط لما بدك تستخدمي هذا التومة ايش كتير مهم الهريس التوم مع الزيت الزتون ما بيصير يضل ابدا بحرارة الغرفة لفترة كتير طويلة لانه التومة ممكن يكون في عندها بكتيريا بنسميها كلوستريديم وهاي البكتيريا لاهوائية فإحنا لما نحط زيت ونغمرها بتممكن يساعد على نمو هاي البكتيريا وبتكون كتير سامة فبدنا ننتبه انه الزيت مع التومة يكون دايما بالفريزر نستخدم الكمية اللي بدنا إياها ونرجعها وما نخليها ابدا بحرارة الغرفة